بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة سهلي ورقزودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب أثيوبيا وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خارد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة سهلي ورقزودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب أثيوبيا وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة سهلي ورقزودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب أثيوبيا